كشف معاون مدير عام صحة صلاح الدين الصيدلاني عمر صباح شفيق أن هناك الكثير من المشاريع الجار تنفيذها في القطاع الصحي مبينا في حديث لبرنامج إعمار الذي يبث على قناة صلاح الدين أن مستشفى تكريت التعليمي أنجز بالكامل والعمل جار لتجهيزه بمعدات تخصصية من مناشئ عالمية وبإشراف المحافظ ووزارة الصحة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المشاريع التي تم إنجازها في محافظة صلاح الدين بشكل عام وقضاء تكريت بشكل خاص مستشفى تكريت التعليمي كبناء تم إنجازه بنسبة 100% من قبل المنظمة الـ UNTP وحاليا يتم تأثيثه هناك بعض الأثاث التي تم تخصصها من قبل الوزارة مثل جهاز رنين من شركة فيليبس وأيضا جهاز رنين من شركة سيمينس والجهاز مفرص من شركة سيمينس وأيضا بقية الأثاث الطبي هناك تنسيق بين محافظة صلاح الدين ومنظمة الـ UNDP وأيضا وزارة الصحة على إنجاز تأثيثه وحيث من تقسيم المبالغ بين هذه الجهات لإنجاز تأثيثه ومثل ما تعرفون أنه مستشفى ضخم جدا وتأثيثه يعني إراد مكانية مالية كبيرة وأيضا ووقت حاليا ثلاثة الجهاز الثلاثة المتبنية الموضوع محافظة صلاح الدين ووزارة الصحة وأيضا من جزء من النظمة الـ UNDP اشتركوا في القناة